حصيلة وافرة من الألغام انتزعتها الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في مديرية باقم شمالية محافظة صعدة لا تبدو هذه الكمية سوى جزء من شبكة واسعة من الألغام مكونة من الأسلاك وكابلات الدوائر الكهربائية التي تنفجر عن بعد أشكال مختلفة منها ما يأخذ هيئة الأحجار وأخرى على هيئة قطع ومربعات لكن جميع هذه الأشكال تتفق على شيء واحد هو جلب الموت هذه الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في جبهة علب وتم نزعها من فرقة المهندسين تبع اللواء الخامس درع في جبهة علب ومنها ألغام تموية بحجارة وألغام روسية وألغام إيرانية وألغام فردية وألغام محلية وأسلاك لتفجير عن بعد وألغام تموية حجار الابتكار بالنسبة للموت في مشروع الميليشيا أكثر من أن يكون من أجل الحياة فالتدريبات التي تلقتها عناصر الجماعة الإنقلابية في تصنيع هذه الألغام على أيدي خبراء أجانب تظهر هنا من حيث هذه الكمية الوفيرة التي يبدو جزء صغير منها فقط بالصورة وحدها الألغام دليل تأكيد على وجود الميليشيا حتى على الأرض التي تعد جزءا من معقلهم الرئيس التي زرعتها في الطرقات والجبال والمزارع وأيضا في منازل المواطنين لكنها لا تبدو أكثر من مجرد محاولة يائسة مع وصول قوات الجيش الوطني وإلحاق هزيمة ساحقة بالميليشيا في أولى مديريات صعدة اشتركوا في القناة